موسيقى القوات المشتركة تفشل محاولتين تسلل للميليشيا في حيس والدريهمي وتكبدها خسائر كبيرة الميليشيا تستفز اليمنيين وتحتفي في جامع الصالح بذكرى مقتل سليماني الذي يوجهها بتصفية الزعيم صالح عودة الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن بعد أربعة أيام من القصف الصاروخي الحوذي الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم كسرت القوات المشتركة محاولة تسلل للميليشيا الحوثية من محورين في جبهة حيس جنوب الحديدة وكبدت الميليشيا خسائر فادحة وذكر مراسلنا أن القوات المشتركة تمكنت من كسر محاولة تسلل لعناصر حوثية حاولوا التسلل من أماكن تمركزهم في مثلث العدين وقرية الحلة إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال ولكن دون جدوى وأضاف أن رجال القوات المشتركة المرابطين في الشمال الغربي اشتبكوا مع الميليشيا بمختلف الأسلحة النارية والقذائف المدفعية وأوقعت ضربات القوات في صوف العناصر المتسللة قتلى وجرحى وأجبرتهم على التراجع والفرار وأشار إلى أن الميليشيا بعد تلقيها هذه الهزيمة قصفت بعشرات القذائف قذائف الهون الأحياء السكنية في قرية بيت مغاري نحن هنا مرابطون في جبهة حيس في الخطوط الأمامية الميليشيا الحوثية تقوم بتصعدات كل يوم وخروقات مستمرة على المواطنين كما لا يخفى أيضا أمس مساء أمس قامت بالقصف على الأحياء السكنية في قذائف الهون والإربيقيات أيضا حاولت التسلل إلى مواقعها لكن بسارة الأبطال وشجاعتهم كانت لهم بمرصاد ولقنوهم أكبر خسائر في العتال بالأرواح والعدة ولذوا بالفرار هاربين محملين قتلاهم وجرحاهم مربية في الأرض اللي حاولوا أن يتسللون منها أيضا نحن هنا ندين ونستنكر ما قامت به ميليشيا الحوثية من السهداف مطار عدن الدولي بصاروخ ومما أدى إلى قتلا وقرحة حوالي 150 من القرحة والشهداء نطالب الحكومة الشرعية أن تستغل هذه الفرصة وأن تلغي اتفاق في السوكهولم حتى يتسهن لنا تحرير الحديدة وتحرير كل ترابة الوطن الغالي علينا وقد كانت ميليشيا الحوثية بالحقوم إلى مواقعنا وصدناهم وعندما قاموا الهقوم من الجهة المثلث وغرب الحلة ولهذا كبدناهم خسار فاذحة ورمينا قتلاهم في السائلة وهنا له صامدون في المترة ليلا وانهارا ونقول للمغررين الذين يتحوثوا مع الحوثي أنهم ولا ينفعهم الحوثي أبدا أن هاهنا لهم صامدون بالمرساد وهنا قثثهم أمس بالليل اشتبكنا احنا وياهم وهنا قثثهم تحت الزبير من الضقة ونقول له لن يتقدم علينا الشبر واحد ونقاتله إلى يوم القيامة كما أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل واستحداثا للتحصينات للمليشيا الحوثية جنوب الحديدة ضمن خروقاتها البائسة لوقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن المليشيا التابعة لإيران دفعت صباح الأحد بالعشرات من عناصرها المتمركزين في مدينة الدريهمي لتنفيذ محاولة تسلل واستحداث تحصينات بين مزارع النخيل في خطوط التماس غرب المدينة مستخدمة غطاء ناريا مكثفا بالأسلحة الرشاشة وقدائف المدفعية طال معظمها قرى ومزارع مواطنين مؤكدا أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيا زهاء أساعة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم كما أكد أن القوات المشتركة عززت سيطرتها على المنافذ التي حاولت المليشيا الحوثية التسلل منها ولا تزال ثلاجات المستشفيات في مدينة الحديدة ومدينة باجل ممتلئة بجثة الحوثيين وثلاجات حفظ المنتجات الزراعية في منطقة المسعودي تحولت إلى حافظة للقتل بينما مستشفى الثورة في مدينة الحديدة أفرغ ثلاجات الموتى ثمان مرات خلال أقل من شهرين تأتي كل هذه الإجراءات بعدما حاول الحوثي التصعيد في الساحل الغربي في الدريهمي الساحل الغربي وتحديدا مديرية الدريهمي الساحة الواسعة للقتال وأكبر صحراء رملية لقفت مجرندي ميليشيات الحوثي التي ما تزال بضيعاف قومها ومقاتليها عازمة على إحداث اختراق جديد في هذه المديرية ضمن إطار التصعيد غير المرصود أمميا والذبات عملا عسكريا لا يلتفت له من اتفاق السوكولم أو المبعوث العسكري في الحديدة مرصد صحفي أكد أن المشافي العسكرية في مدينة باجل ومدينة الحديدة استقبل ألفا وثلاثة جرحا خلال شهرين ماضية إحصائية مهولة تنبئ عن تصاعد الأحداث وعجز الميليشيات في إحداث اختراق صوب هذه المديرية التي تعد حامية لمركز محافرة الحديدة المرصد الصحفي أكد أن قرابة نصف الجرحة الذي تمكنت الميليشيات من إسعافهم إلى المستشفيات العسكرية في القديدة أضحى غير مؤهلين للعودة إلى أي من الجبهات بسبب إصابتهم الدائمة مثل بطر أحد الأطراف أو ضرر جسدي بالغ الخطورة وبحسب الطب العسكري يقول الواقع أن هؤلاء تمز جبهم إلى مواجهة عسكرية مباشرة دون مقطاء أو حفاظ على القوة على الأرض الإحصائيات الآثية من الدريهمي أيضا تقول بأن ثلث القوة التي دفعت بها الميليشيات خلال الشهرين الماضية إلى الدريهمي كانوا من من لم تتجاوز أعمارهم سن الثامنة عشرة وقد أظهرت ذلك الإحصائيات التي وصلت إلى المستشفيات فقد وصلت مائة وأحد عشر جثة مجند من صغار السن قضوا نحبهم فيما جرح ما يقارب مائتين وثلاثة من الأطفال في هذه المواجهات الدريهمي التي نفق فيها ثلاثمائة وسبعة عشر مجندا حوثيا استخدمت الميليشيات لحفظ جثثهم ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية في منطقة المسعودي وتحديدا في منطقة اللاوية شمال مدينة بيت الفقية كما استخدمت الميليشيات أيضا ثلاجة الموتى في المستشفيين العسكريين في مدينة باجل والحديدة إضافة لحافظة الجثث في مستشفى الثورة والذي تم تفريقها ثمان مرات خلال شهرين بسبب التوافد المستمر للقتل معظمهم من جبهة الدريهمي يهدف الحوثي من خلال هذه التضحية الجسام بأبناء القبائل إلى التمركز في محورين والوصول فعليا إلى الكيلو ستة عشر عبر خوض معارك داخل مدينة الحديدة ومحاولة توسيع دائرة سيطرته حول الطوق الغربي من مدينة الدريهمي كما يسعى الحوثي أيضا كهدف بعيد للحصول على نافذة إلى البحر بالسيطرة على خط النخيلة البعيد وللابتعادي عن الحرج أعلنت بئثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خراطة في اتصالات متعددة للأطراف لمنع أي تصعيد إضافي للعنف في محافظة الحديدة يأتي هذا النشاط الشكلي بعد توقف لقرابة عشرة أشهر لعمل لجنة الرقابة على اتفاق السوك هولم الذي ولد لتحيا به ميليشية الحوثي إلى ذلك أظهرت إحصائية أن أكثر من تسعة آلاف من عناصر الميليشية الحوثية الإرهابية لقوا مصرعهم خلال العام 2020 في مختلف الجبهات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكانت جبهات عدة في مارب وصعدة والجوف والضالع قد شهدت هجمات على الميليشية الحوثية التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والحتاد شهدت الساعات الماضية هجوما كاسحا للقوات الحكومية في مأرب وصعدة والجوف والضالع وتمكنت من خلاله تحرير عدد من المواقع منها موقع الخرب الاستراتيجي ومواقع استراتيجية أخرى جنوب محافظة مأرب بالتزامن مع هجمات منسقة شنتها القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل على ميليشية الحوثي في مديرية الصفراء في محافظة صعدة مما أسفر عن قطع طرق إمداد للجماعة الحوثية المدعومة من إيران وتكبيدها قتلى وجرحى وأسرع المصادر الغسكرية أكدت أن القوات الحكومية وأبناء القبائل حررت مواقع استراتيجية في جبهة جبل مراد جنوب مأرب خلال هجوم تكبدت خلاله ميليشية الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد المعارك أسفرت عن سقوط عديد من عناصر الميليشية الحوثية بين قتيل وجريح إضافة إلى خسائر أخرى بشرية ومادية بقصف مدفعي للقوات الحكومية سادمت تعزيزات حوثية ودمرتها بالكامل وفي ذات السياق نفذت القوات الحكومية هجوما نوعيا على مواقع ميليشية الحوثية في مديرة الصفراء بصعدة وكبدت الميليشية خسائر في العدد والعتاد جبهة الضالع شاهدت مواجهات عنيفة وأسفرت عن خسائر في صفوف ميليشية الحوثي حيث تمكنت القوات المشتركة من صد هجوم باتجاه الجب وصبيرة خلال الساعة الماضية وكانت الميليشية الحوثية قد صعدت من هجماتها منذ وصول مندوب إيران في اليمن حسن إيرلو التي كان آخرها استهداف مطار عدن الدولي وهجمات مروعة في الحديدة كما ازدادت وطيرة المناسبات الطائفية والمذهبية في اليمن وآخرها إحياء ذكرى مقتل سليماني في جامع الصالح وهو ما يضع الكثير من التساؤلات عن هوية حاكم صنعاء الفعلي من يحكم صنعاء اليوم ومن هو حاكمها الفعلي المتدثر بستار الدبلوماسية الزائفة تلك أسئلة تتجلى إجابتها يوما تلو آخر ويتضح لليمني اللبيب مشروع إيران في اليمن مشروع في بنيته تظهر فيه جماعة الحوث على حقيقتها مجرد ذراع وظيفية لإيران تجعل من اليمن تابعا يدور في فلكها المثقل بالصراعات الإقليمية والدولية ويجعل من اليمن في نظر وتخطيط الإيرانيين خط دفاع أول عن إيران وساحة معركة بديلة تخوض فيها إيران حروبها بعيدا عن أراضيها ومواطنها وهو ما قاله صراحة حاكم صنعاء حسن إيرلو في خطابه الأخير في صنعاء تعتبر يمن اليوم قلب النابل في جبهة المقاومة تعتبر اليوم قلب النابل في المهبل المقاومة في العالم المبسيس الأمل فإن اليمن فإن لليمن مكان مويز في محبل المقاومة هكذا تدير إيران حروبها في البلدان العربية ومنها بلادنا كي لا تكتوي بالخراب والدمار وشلالات الدماء لكنها تذيقه لأبناء تلك الشعوب ليل نهر لكن السؤال هنا ما حاجة إيران لحسن إيرلو في صنعاء ما دام الحوثيون يؤدون الوظيفة الموكلين بها بإخلاص وتفان وللإجابة عن هذا السؤال نحتاج للبحث في خلفيات الرجل وكيف تطورت الأحداث بعد وصوله إلى صنعاء فإيرلو هو ضابط في الحرس الثوري الإيراني وخبير بطيران المسير والصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى إضافة إلى خبرته في الملف اليمني فهو موكل به منذ سنوات في إيران ومن هنا حددت له مهمتان رئيسيتان الأولى إطفاء الخلافات بين القيادات الحوثية والتي طفت على السطح مؤخرا والإشراف المباشر على العمليات العسكرية خاصة الضربات الصاروخية والطيران المسير وهو ما ظهر جليا من خطورة وتطور وتصاعد الهجمات الحوثية بشكل غير مسبوق تجاه المدن والمنشآت في اليمن والسعودية على حد سواء آخرها استهداف مطار عدن الذي راح ضحيته عشرات المدنيين ومنذ أصول إيرلو إلى صنعاء نهاية أكتوبر من العام المنصرم شهدت المناسبات والفعاليات الطائفية الحوثية نشاطا غير مسبوق حيث احتفت بتخريج دفعات عسكرية شبيهة بالحرس الثوري وتخريج أول دفع في قسم اللغة الفارسية تحت مسمى قاسم سليماني بل وذهبت مؤخرا لإحياء ذكرى مقتل سليماني في جامع صالح واختيار المكان لم يكن عبة أو بالمصادفة فالمكان يحمل اسم وهوية مؤسسه الرئيس علي عبدالله صالح الرجل الذي أمر سليماني ميليشياته في اليمن بتصفيته وفق ما ذكره الكاتب الإيراني أراش عزيز في كتابه الصادر مؤخرا قائد الضل قاسم سليماني في رسالة تحدي لمشاعر اليمنين إضافة إلى تحويل جامع الصالح إلى حوزة إيرانية لنشر الأفكار الطائفية والمذهبية والفكر الإيراني في المجتمع اليمنية هذا هو حاكم صنعاء الفعلية اليوم حسن إيرلو من أسقط الستارة عن جماعة الحوثي لتظهر حقيقتها إلى العلن مجرد أتباع لإيران يدعون زورا الدفاع عن سلامة واستقلال اليمن وهم مشعلوا الفتن فيه وأسباب خرابه وفنائه للحديث ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع مرحبا بك هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ نعم إذن في عدن أعلن عن عودة الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي حيث تصل أول رحلة عصر الأحد قادمة من السودان وكان وزير النقل عبد السلام حميد تفقد سير الإصلاحات الجارية في المطار بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدفه الأربعاء الماضي استأنفت الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي الذي تعرض لأضرار جزمة إثر القصف الإرهابي فور وصول الحكومة أوقفت بسببها الرحلات الجوية من وإلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية شكلت الحكومة بلئاسة معين عبد الملك لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمطار ورفع تقرير مفصل عنها وتم إصلاح سبعين في المئة من تلك الأضرار الماشاء الله لا أقوة الله إلا بالله والله مبارك لمطارنا ولكل من ساهموا لإعادة الحركة التي كانت من شلة اليوم ستوصل أول طائرة إن شاء الله من الخرطوم وسيعود المطار طبيعي إن شاء الله ومن بكرة بنستقبل الركاب بنستقبل الرحلات برسالة من الحكومة اليمنية الجديدة للميليشيات الحوثية مفادها أن أعمالهم الإجرامية لن تثني الحكومة عن المضي بسفينة الوطن إلى بر الأمان والمستقبل المشرق مهما كلف الأمر شرعنا بالعمل من صباح يوم أمس بتشكيل لقنا من قبل رئيس سيطير المدينة والأرصاد برفع تقرير عن الأضرار الذي لحقت بالمبنى مبنى الترحيل صارت بصور المغادرة وأيضا صارت كبار الضيوف وكذلك الأضرار في التجهيزات الفنية من صباح يوم أمس بدأنا بالعمل الفرق الفنية المختصة لدينا مع فريق البرنامج السعوية من دعمال اليمن برفع الأنغاذ وعادة ترتيب الأوضاع بحدها الأدنى حتى نتمكن من استئناف الحركة في غضون 48 ساعة خطى حثيثة ومساع جديدة من الحكومة وتحدي وإصرار تمخض عنه إصلاح المطار وإعلان استئناف الرحلات الجوية من جديد أمام المسافرين من وإلى مطار عدن الدولي وبالعودة إلى كل ما تقوم به إيران ومن دوبها في اليمن حسن إيرلو وللحديث حول هذا الموضوع يعود الانضمام إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع مرحبا بك مرحبا بكم نعم أستاذ عبد الناصر تصاعد الهجمات الحروطية والأنشطة الطائفية منذ قدوم إيرلو إلى صنعاء كيف تقرأها؟ المسألة هي تأتي في سياق كل ما تمكن الحروطيون وكل ما ورسخوا سلطتهم كل ما أظهروا حقيقة علاقتهم بإيران الذي كان يحاولوا قدر الأمكان أن يتنكروا أو يتنصلوا من هذه العلاقة ولكن الأمر واضح جدا أن النفوذ الإيراني يزداد ويفتسع في اليمن وهذا أمر طبيعي الحركة الحروطية تنفست برئة إيرانية إيران لها دور كبير في التنظيم في الإعلام في الإدارة في الاستخبارات في الاتصالات في التسليحة وبالتالي الحركة الحروطية بدون إيران نعم أستاذ نعم أستاذ الأستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك شيع في العاصمة المصرية القاهرة في موكب جنائزي جثمان العميد الركن أحمد صالح شملان قائد اللواء الثالث حرس جمهوري الأسبق الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال في سبيل الوطن في موكب جنائزي حزين شيع جثمان العميد الركن أحمد صالح شملان قائد اللواء الثالث حرس جمهوري الأسبق في العاصمة المصرية القاهرة الذي وفاه الأجل في أحد مستشفياتها بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطنية والنضال في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية رحم الله الوالد رحمة الأبرار فقد كان مثلا للقائد الجسور الذي تولى عدة مناصب في القوات المسلحة القوات المسلحة والجيش اليمني الذي كان أحد ثمار ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وكان تكملت ربيع الجيش واكتماله في عهد الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمه الله زعيم الأحرار ورحم الله رفيق دربه عارف الزوكة كما أتقدم بآيات الشكر لكل من عزانا سواء حضر أو عن طريق الاتصالات نظرا لأننا في القاهرة وعلى رأسهم العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح والعميد الركن طارق محمد عبدالله صالح والعميد الركن عمار محمد عبدالله صالح وأحسن الله عزاء الجميع المشيعون عبروا عن حزنهم الشديد لفراق قامة عسكرية فذة حيث كان أحد القيادات العسكرية الكفأة والمخلصة والذي بدل نفسه خدمة للوطنية من خلال المواقع التي تقلدها والتي من أبرزها أركان حرب الشرطة العسكرية وقائدا للواء المضلات وقائدا للواء الثالث مدرح حرس جمهوري بالنهدين وقائدا للواء الثلاثة وثمانين مدفعية بمعسكر السواد وقائدا للواء ثلاث مدرح حرس جمهوري بمحافظتي ذمار ويب الفقيد شملان كان مثالا للضابط الملتزم الذي ينفذ توجيهات رؤسائه بكل اقتدار وانضباض ما جعله يحظى باحترام وتقدير جميع زملائه ورفاقه من الضباط والجنود في جميع الألوية التي عمل بها حيث تعددت أدواره مع رفاقه في المؤسسة العسكرية التي عمل بها بتفاني وإخلاص في كافة المسؤوليات التي أوكلت إليه وتقدم الفقيد شملان صفو في انتفاضة الثاني من ديسمبر التي دعا إليها الزعيم علي عبدالله الصالح وقدر له أن يودع الوطن في التوقيت نفسه أواخر ديسمبر من العام 2020 تخلى لهم ثلاث سنوات من النضال في صفوف المقاومة الوطنية بالساحة الغربية حيث كان من أوائل منضمين إليها والمشاركة في عمليات التحشيد والتعبئة والتجيز لصالح المعركة الجمهورية ضد ميليشي الحوثي التي ما تزال حتى اليوم يشار إلى أن أسرة الفقيد طرت لموارات جثماني في القاهرة بدلا عن دفن في مصطد رأسه بمديرية سنحان في محافظة سنعاء لأن ميليشي الحوثي الإرهابية تفرض طوقا أمنيا على المديرية حتى وصل الحال بها لدرجة أنها منعت إقامة مجلس عزاء الفقيد في مخالفة للأعراف والتقاليد المعمول بها في اليمن أمين العتيبة اليمن اليوم مستمرة النشرة وفيها بعد الفاصل الميليشيات واصل التضييق على المواطنين وتخفض سرعة النت وتحجب خدمات الاتصالات جمنية الجديدة إلى عدد واصلت ميليشي الحوثي الإرهابية التضييق على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وخفضت سرعة النت وحجبت خدمة الإيمو على مدى أعوام من سيطرة ميليشي الحوثي على بعض مناطق البلاد بقوة السلاح تحول قطاع الاتصالات بشكل عام وشركات الهاتف النقال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص إلى مورد مالي رئيس لتمويل حرب ميليشيات ضد اليمنيين فضلا عن الرقابة والتجسس التي تقوم بها الميليشيات وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا عودت مؤخرا تخفيض سرعة الانترنت في عموم المحافظات اليمنية وحجبت برنامج المكالمات المرئية الإيمو بهدف التضييق على اليمنيين وعزلهم عن العالم العديد من مستخدمي خدمة الانترنت في مناطق مختلفة من البلاد شكوا رداءة الخدمة التابعة لشركة الاتصالات اليمنية ويمن موبايل وأكدوا أن الخدمة تراجعت بشكل ملحوظ منذ أيام خصوصا أوقات الذروة من الساعة الرابعة وحتى الثانية عشرة مساء في الضالع تراجعت الخدمة بنسبة خمسين في المئة في معظم مناطق المحافظة خلال اليومين الماضيين فيما خرجت بشكل شبه كلي عن المناطق التي كانت تعاني من ضعف سابق في الخدمة ميليشيا الحوثي التي تسيطر على شركات الاتصالات منذ سيطرتها على العاصمة صنعاب قوة السلاح في سبتمبر العام 2014 قابت في وقت سابق بحجب الآلاف من المواقع الإخبارية الإلكترونية اليمنية والعربية والعالمية واختراق العديد من المواقع والحسابات الحكومية وكذلك الخزبية المناوئة لها وأكد مراقبون أن فريقا من الخبراء الأجانب تحت إمرة فريق عسكري يتبع ما يسمى بجهاز المخابرات الخاضع للميليشيا يتحكم بشكل مباشر بشبكة الانترنت في معظم مناطق البلاد لذلك أقامت ميليشيا الحوثي معرض صور لقتلها في جامعة إب بمناسبة إحياء ما تسميه بأسبوع الشهيد في ظل استياء واسع من قبل الطلاب والأساتدة استهداف ميليشيا الحوثي القطاع التعليمي ومنكلته وفق إدليجيتها الطائفية الرامية إلى بث الكراهية وتقسيم النسيج المجتمعي بدلا من الرسالة التعليمية والأكاديمية فقد حولت منابر التعليم إلى منصات لتكريس فكرها الطائفي جامعة إب تحولت القاعات الدراسية فيها إلى معارض صور لقتلها الذين سقطوا في جبهة القتال غالبيتهم من الأطفال في ظل استياء واسع للوسط الطلابي والأكاديمي مصادر من الجامعة أكدت اقتحام عناصر حوثية للحرم الجامعي وحولت عدد من القاعات إلى معرض خاص بصور قتلها بمناسبة ما تسميه سبوع الشهيد في رسالة تحمل ثقافة الموت والكراهية توجهها من المنابر التعليمية وتواصل جامعة الحوثي من شأن التعليم في جامعة إب وتحويلها إلى منصة الأنشطاتها الطائفية والتي تبعث على الكراهية والإضرار بالنسيج المجتمعي بدلا من رسالتها الأكاديمية والتعليمية السامية أكاديميون أدانوا تقوم به الميليشيات الحوثية من تدمير ممنهج للقطاع التعليمي واستقلاله لصالح فكرها العنصري الدخيل مما يفقد مكانته والرسالة التي يحملها وخلال أيام الماضية افتتحت الميليشيا عشرات المعارض لصور قتلها في مختلف مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرتها والذين يزيد عددهم عن 3500 صريع جلهم من أبناء المحافظة فضلا عن وجود أكثر من 8000 جرية يأتي ذلك بالتزامن مع تحويل ميليشيا الحوثي كليات الجامعات الحكومية إلى ثقنات له ومنصات لبث رسالة الكراهية في البلاد عالميا تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا عتبت 85 مليون شخص في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء أدت إلى عودة عدد من الدول إلى تجديد الإجراءات كما ظهرت سلالة جديدة من الفيروس في عدد من الدول وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 بلغ 85 مليون ومائة وأربعة وتسعين ألفا فيما تجاوزت الوفيات مليون وثمانمائة وستة وأربعين ألفا ووصل عدد من تم شفاءهم من المرض إلى ستين مليون ومائتين وواحد وستين ألف شخص ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل في صدارة الدول الأكثر تضررا من الجائحة بعدد الإصابات والوفيات وفي بريطانيا أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن قيود بيروس كورونا في إنجولترا على وشك أن تصبح أكثر صرامة وقال جونسون من الواضح أن هناك مجموعة من الإجراءات الأكثر صرامة يجب أخذها في الاعتبار لكن رئيس الوزراء أصر على أنه بحلول الربيع يجب أن يتحسن الوضع في جميع أنحاء البلاد مع تلقيح المزيد من الناس وتقع معظم إنجولترا تحت أصعب قيود المستوى الثالث والرابع مع تطبيق الأخير في جميع أنحاء لندن وإلزام السكان البقاء في المنزل أعلنت باكستان أنها أسقطت طائرة هندية مسيرة اخترقت أجواء خط المراقبة الحدودي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين وذكرت وكالة فرانس برس أن الطائرة المسيرة الهندية اخترقت خط المراقبة الحدودي على الجانب الباكستاني من كشمير بنحو خمسمائة متر وقد خاضت باكستان والهند ثلاثة حروب خلال أعوام 1948 و1965 و1971 أسفرت عن مقتل نحو سبعين ألفا من الطرفين مستمرة للنشر وفيها بعد الفاصل تنظيم دورياً رياضياً في الدراهمي في إطال جهود تطبيع الحياة رغم التصعيد الحوثي رغم التصعيد الحدودي على الجزء اشتركوا في القناة موسيقى رئيس الوزراء يؤكد البدء بمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي في اليمن والبن اليمنى يحصل على المركز الاول عالميا لمتدوقي البن في مسابقة باليابان ومصر توقع ستة اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي نتابع موسيقى جولتنا الاقتصادية نبدأ بشأن محلية حيث اكدت الحكومة على البدء بمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة واوضاع المواطنين شدد رئيس الوزراء معين عبد الملك خلال اجتماع بقيادات البنك المركزي في عدن على حرص الحكومة على استقرارية عمل ونشاط البنك المركزي موجها باهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية ويعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الاعلى ومواصلة اجراءات تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين استقرار الصرف بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية قال البنك الدولي ان قضاء الاسكان في اليمن الاكثر تضرورا من الحرب التي دخلت عامها السادس حيث تعرضت 40% من المساكن اما لاضرار جزئية او تدمير كامل وبحسب نتائج المرحلة الثالثة للتقييم الديناميكي للاحتياجات في اليمن 2020 الذي يقوم بها البنك تراوح التكاليف اضرار قضاء الاسكان بين 5 مليارات واكثر من 6 مليارات دولار وهو ما يمثل نحو 74% من اجمال تكلفة الاضرار في عشرة قطاعات شملها التقرير في 16 مدينة يمنية حصل البن اليمني على مركز الاول عالمي للعام الثاني على التوالي في المسابقة الدولية التي تنظمها منظمة متذوقية البن العالمي في العاصمة اليابانية توكيو وقدمت المنظمة اليمنية حلز موكا في المسابقة خلال موسمين 2019 و2020 اجود انواع البن اليمنية المزروع في مختلف المناطق اليمنية بهدف اعادة التعريف به دوليا والمساعدة على الترويج الذي اشتهرت به اليمن على مر العصور واخيرا اعلنت وزارة البترول المصرية توقيع على 12 اتفاقية مع اكبر الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحرين المتوسط والاحمر باستثمارات بلغت مليار واربعمائة مليون دولار وفاد بيان وزارة البترول المصرية ان الحد الادنى لاستثمارات التي تمضخها بمجب الاتفاقية الموقعة يقدر ما يزيد على مليار دولار وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئر سكشافيا جديدا في مناطق الامتياز تواصل جهود تطبيع الحياة في مديرية الدريهمي بالحديدة رغم التصعيد الحوتي حيث اقيم دور رياضي بدعم من المؤتمر الشعبي العام تجسيدا لوفاء الشباب للقيادة السياسية للمؤتمر وتمسكهم بانتفاضة الثاني من ديسمبر في اطار الجهود المبدولة لتطبيع الحياة في مديرية الدريهمي نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 170 دوري رياضي تنشيطي تحت شعار انتفاضة ديسمبر تجسيد وامتداد لواحدية الثورة اليمنية وفاءا وعرفانا لقادة هذه الانتفاضة وتأكيدا في المضي لتنفيذ اهدافها ووصايا قائدها يدشين فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الدريهمي الدائرة 170 فآلية رياضية تحت بطولة كأس انتفاضة الثاني من ديسمبر الرياضي الدوري التنشيطي الاول حيث وطأت قدم المقاومة الوطنية في الساحل الغربي حلت التنمية والاستقرار والاستهار والاهتمام بهذه الفآلية الرياضية والشباب نحن في مكتب الشباب والرياضة من حفظة الحديدة نعني جل اهتمامنا بهذه الشريحة من الشباب الرياضي المثقف الواعي فهذا الدوري يمثل انطلاق ونواة خير لانتقاء منتخب باسم مديرية الدريهمي دوري انتفاضة الثاني من ديسمبر ستشارك فيه ثمان فرق رياضية من داخل المديرية التي شهدت في الفترة الماضية تصعيدا عسكريا خطيرا من قبل الميليشيات الحوثية وحضي هذا الدوري المنظم بدعم من قيادة المؤتمر والمقاومة الوطنية نشكر قيادة المؤتمر الشعبي الآن بالمديرية وبالمحافظة على قيامهم ودعمهم لهذه الفعالية الشبابية الرياضية نشكر الأخوة في المقاومة الوطنية على تبنيهم لهذه الفعاليات هم دائما يقفون إلى جانبنا في شتى المجالات ليس في مجال الشباب الرياضة في حسب وإنما في جميع المجالات الدوري التنشيطي الذي سيستمر عشرون يوما ومن خلاله سيتم اختيار اللاعبين لتشكيل منتخاب يمثل المديرية أمام المديريات الأخرى قمنا بتنظيم لجنة منظمة الدوري الدوري الثاني من ديسمبر انتفاض الثاني من ديسمبر وشكلنا ثمانة فرق في الدوري وفي لجنة نظام لجنة مالية ورئيس لجنة والآن نفتتح البداية إن شاء الله سيستغرق دور المجموعات إلى 12 المباراة في الدوري ويليه دوري الأربعة من مبارتين والنهاي مباراة واحدة رغم ما تشهده البوابة الجنوبية للحديدة من قصف متواصل إلا أن إصرار الشباب على إقامة الفعالية الرياضية رسالة تأكيد على مواصلة النضال ضد الكهانوت وثبات على المبادئ السامية لاستمرار الانتفاضة التي دعا لها الزعيم وفي سبيلها تتواصل التضحيات هذا الدوري الرياضي تشكيعا للشباب المتواجدين في الساحل الغربي الذين هم يعيشون تحت ضل القصف باللاونات والوزارات من قبل الميشية الحوثية نقول لهم ما ما فعلتم مهما ضربتم مهما وجهتم كافة كواكم فإن أبناء مديرة الدوريهمي بكافة أطيافها هم متواجدون في الساحل الغربي وهم سيتعيدوا الجمهورية بكافة أطيافها إن شاء الله في القريب العاجل باسم أبناء شباب المديرية نوقع الشكر والتقدير لكافة الدائمين وعلى رأسهم المقاومة المنطنية مثلا بالعميد الرقم طارق محمد عبد الله صالح فنقول له إننا بكافة أطيافنا في المديرية نشد على عيديكم في تحرير ما تبقى من مديرة الدوريهمي وغيرها من محافظة الحديدة حتى بشكل خاص والقمولي لمنشكل عام نتمنى التوفيق والنجاح لكافة المشاركين والشكر التقدير لمكتب الشباب والرياضة وللمعتمر الشعبي الآن بكافة كياظاته ومثليه وللسلطة المحلية الذين هم يواكبون ويساندون مثل هذه الأفعال وهذه المنجزات من الساحل الغربي شرف الشمري اليمن اليوم وفي عدن كرما في مديرية البريقة عدد من التربويين الذين عملوا في مدارس المديرية بين عامي ألف وتسعمائة وواحد وسبعين وألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين كما تم تكريم عمال مصافي عدن الذين عملوا في مشروع المصافي منذ وضع اللبنة الأولى فيه بين عامي ألف وتسعمائة واثنين وخمسين وألف وتسعمائة وستين وعبر الموظفون المتقاعدون عن سرورهم بهذا التكريم الذي كان يفترض أن يكون من قبل السلطات المعنية في وقت يعانون من تدني مرتباتهم التقاعدية أنا تربوية متقاعدة اسم سميرة سيف حلمة بغاني من مديرية البريقة أشكر جميع من كرمونا بهذا اليوم رغم أننا تعبنا في الماضي كثير ربينا أكيال والحمد لله الآن أولادنا هم شرف لنا في هذه المنطقة ورغم أننا خرجنا مظلومين من الرواتب نحن داخل المديرية أنا أشوف لفتة كريمة من المواطن إلى أبائه كان مفروض على الدولة أن تقوم بهذا العمل الدولة تقوم بتكريم التربويين وتقوم بتكريم الرعاة الأول من العمال المصفاء التي حافظوا على المصفاء وهي من تقوم بتكريمهم لكن غابت الدولة فظهر المواطن الذي يحس أن هذا النجل يستحقوا هذا التكريم تبادر وعملنا جميعا لإنجاح هذا الاحتفال في هذه الصباحية الجميلة صباحية الوفاء والعرفان لمدرسين القدامى ومدرساتنا الأفاضل والفاضلات وأيضا عمال وموظفي شركة مصافي عدن القدامى الذين بنوا بسواعدهم هذا الصرح الاقتصادي الهام الذي كان يعتبر أحد شريان الاقتصاد الوطني هذه لحظات قدسية ولحظات تدخل التاريخ أن يأتي تكريم أساتذتنا ومدرساتنا في منطقة البريقة وبعض المناطق محافظة عدن من قبل الشخصية الاجتماعية الأستاذ المغترب علي العطري في الختام تكير بأبرز العناوين القوات المشتركة تفشل محاولتي تسلل للميليشيا في حيس والدريهمي وتكبدها خسائر كبيرة الميليشيا تستفز اليمنيين وتحتفي في جامع الصالح بدكرى مقتل سليماني الذي يوجهها بتصفية الزعيم صالح عودة الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن بعد أربعة أيام من القصف الصاروخي الحودي لقاءنا في الحادي عشر والنصف على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر